بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أبناءنا الطلاب الطلاب الصف الأول الثانوي مقررات شعب بي اليوم إن شاء رب العالمين وبعد أن قمنا بالانتهاء من شرح المنهج كاملا وكما وعدناكم أتينا بتجميع لجميع أسئلة كتابي الطالب والنشاط في هذه الأوراق المجمعة التي أمامكم والتي سوف نقوم إن شاء الله ابتداء من الغد برفعها على برنامج التعلم الإلكتروني كلاسيرة وأيضا على قناة البث المباشر للثانوية شعاع المعرفة ومن هنا نعيدكم بالتعلم إكمال مسيرة التعلم المستمر التعلم عن بعد حتى في فترة التعليق الدراسة وهذا ما عاهدناه على معلمينا بمدارسنا الحبيبة إن شاء الله هذه الأوراق المجمعة سوف نقوم يوميا وبشكل يومي فنتمنى منكم التفاعل كما عاهدنا عليكم في البرنامج وقناة البث المباشر لمتابعة الإجابات اليومية على هذه المجموعة المنطقة من الأسئلة والتي شملت كتابي الطالب والنشاط كاملين ولم نترك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا ووضعناها بين أيديكم وإن شاء الله سوف نقوم بالإجابة عليها سويا سواء عن طريق برنامج التعلم الإلكتروني أو منصة البث المباشر للثانوية شعاع المعرفة ومن هنا إن شاء الله نتمنى الدخول يوميا على قناتين البث المباشر والبرنامج حتى نقوم إن شاء الله بالتدريب والإجابة سويا هذه المجموعة من الأسئلة هي خلاصة ما تم شرحه خلال الفصل الدراسي الثاني وهي كما قلنا لكم تشمل الكتابين وأيضا أوراق العمل الموجودة على البرنامج والتي طرحناها أيضا بين أيديكم داخل الفصل الدراسية تبدأ أوراق العمل بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ الممرسلين والملائكة المقربين نتمنى دائما أن نبدأ المذاكرة بالدعاء للمولى عز وجل ومن هنا نتذكر أيضا الموقف الذي نحن فيه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عننا البلاء يا رب العالمين وأن نعود ونرجع إلى مدرسنا الحبيبة إن شاء الله بصحة وعافية في أقرب وقت وسائر المسلمين نسألك يا رب أن تجعل ألسنتنا عامرة بالذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسررنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جذير نستودعك الله نستودعك يا الله كل ما حفظنا وما قرأنا وما تعلمنا فرده عند حاجتنا إليه إنك على ما تشاء قدير اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله بشكل يومي وتبدأ كما هو موجود عندنا في نماذج الاختبارات بأسئلة البراغرافز نبدأ إن شاء الله بالبراغرافز كما هو موضح أمامكم هناك بعض العناوين والأسئلة بها إجابات وأخرى لم تضع لها إجابات فالتي لم تضع لها إجابات إن شاء الله سوف نقوم بالإجابة عليها وأيضا حتى التي قمنا بالإجابة عليها سوف نقوم بعد ذلك بمناقشتها بشكل يومي إن شاء الله على قناة البث المباشر وبرنامج كلاسيرة فنأمل منكم إن شاء الله التفاعل كما عهدنا عليكم وإن شاء الله خلال فترة وجيزة وحتى موعد الاختبارات إن شاء رب العالمين وسوف نقوم بإبلاغكم به بكل تأكيد إن شاء الله نتمنى أن ننهيها في فترة وجيزة بإذن الله من يرغب في طباعتها فهي موجودة على هذه الأوراق على البرنامج وأيضا إن شاء الله الإجابات سوف نقوم بالإجابة عليها يوميا سوف نختار جزء معين ويوميا بإذن الله نتمنى إن شاء الله أن تحوذ على رضاكم وفي نفس الوقت إن شاء الله نستفيد منها قدر المستطاع وهي تشمل الأربعة فصول أو الأربعة وحدات كما هو أمامكم نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضى إنه بالإجابة جدير وإن شاء الله من الغد سوف نبدأ في مناقشة هذه الأوراق المهمة والتي تشمل كتابي الطالب والنشاط أبناء أنا طلاب الصف الأول ولكم مني أرق الأمنيات وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر